ربما مرت عليكم هذه المشاهد من لعبة أساسنس كريد هل تعلمون أنها ليست خيالية تماماً؟ بل هي مستوحاة من قصص حقيقية تحاكي أحداثاً وقعت في منطقتنا في زمن مضى وتستلهم كثيراً من عقيدة الحشاشين التي تعتبر من أخطر الفرق الإسلامية فمن يكون الحشاشون وما أسرارهم؟ الحشاشون مصطلح أطلقه في القرون الوسطى رحالة أوروبيون ومؤرخون مسلمون على فرقة من الطائفة الشيعية الإسماعيلية تعرف بالنزاريين كلمة أساساً التي أصبحت مرادفة لقاتل اعتبرت مشتقة من حشيشة أو حشاشين وهي تسمية أطلقت من باب التحقير على النزاريين الإسماعيليين دون دليل يشرح علاقتهم بنبتة الحشيش كما اشتهر عنهم لاحقاً حيث ادعت بعض الروايات أن أفراد الفرقة كانوا يستخدمونه قبل تنفيذ عملياتهم لكن مراجع ودراسات حديثة تضحض هذا الاشتقاق وترى أن أعداء الفرقة استخدموه لتفسير قدرات الحشاشين واستعدادهم للموت من أجل قضيتهم وصعوبة ثنيهم عن تحقيق أهدافهم بعض المصادر الغربية تعتبر أن الاسم الأصلي قد يكون الأساسيين بمعنى المخلصين وأن تشابه اللفظ مع كلمة حشيش هو سبب سوء الفهم لدى الرحالة الأجانب أدى الحشاشون دوراً في تاريخ المنطقة لما يقرب من قرين من الزمان مع سمعة سيئة ارتبطت بهم بسبب أسلوبهم في تصفية الحصوم ووصفوا بالباطنية واعتبرهم خصومهم زنادقة ومنحرفين وواجهوا ردوداً من الشيعة والسنة على حد سواء ينسب تأسيس فرق الحشاشين لحسن الصباح وهو رجل دين يتمتع حسب مؤرخين بشخصية جذابة مؤثرة وعقل مدبر ولد في مدينة قم لعائلة شيعية ثم تحول إلى الإسماعيلية بعد انتقال عائلته إلى مدينة الري وبايع إمام الإسماعيلية الفاطمي لكن بعد وفاة المستنصر بالله في مصر وانقسام الإسماعيليين إلى تيارين يتنازعان الخلافة استفى الصباح مع النزاريين واستغل سمعته في أوساط عديدة لتوسيع قاعدته الشعبية وتحقيق أهدافه شرع في البحث عن حصن آمن حتى استولى على قلعة الموت من الصلاجقة السنة لموقعها وسط جبال وعرة ثم خطط للاستيلاء على عدد من قلاع المنطقة لينتقل مركز الإمامة النزاري إلى بلاد فارس أدرك الصباح صعوبة المواجهات المباشرة مع أعدائه لقلة عدد أنصاره ولجأ إلى تكتيكات أخرى ركز على كتبته الخاصة وكانت الاغتيالات سلاحهم الأورز تدربوا على قتل ضحاياهم وتنفيذ مهامهم بعناية وفي العلن خطط الحشش لبث الرعب في قلوب الخصوم من القادة السياسيين والعسكريين والدينيين فصار القتل نظاماً موجهاً بدقة استراتيجيتهم اعتمدت على التمويه والتسلل بين الجماهير وفي مرات كثيرة اخترقوا الدوائر المقربة من أهدافهم اشتهروا باستخدام الخناجر ولم يكن متوقعاً من منفذي تلك العمليات النجاة لذلك عرفوا بالفدائيين ضمت قائمة ضحاياهم شخصيات عديدة بارزة في ذلك الوقت وكانت لهم محاولات لاغتيال القائد صلاح الدين الأيوبي لكنهم فشلوا في النيل منه كما طالت خناجرهم شخصيات غير مسلمة لكن مصادر تعتبر أنه لم يكن في نيتهم استهداف المسيحيين حيث أشارت إلى وجود اتصالات ودية بين الحشاشين وقوى مسيحية انتشر نفوذ الفرقة في مناطق مختلفة وتمددوا من معقلهم في فارس نحو الشام حيث اشترى الحشاشون قلعة في حلب ثم استحوذوا على قلاع أخر في المنطقة أهمها مصياف بقيادة رشيد الدين سنان المعروف بشيخ الجبل وأصبحت عاصمة الفرع السوري للنزاريين واجه الحشاشون اتهامات كثيرة من قبيل الابتداع والبعد عن تعاليم الدين وادعاء زعيمهم تلقيه تعليمات من إمام مخفي تسقط عنهم عبادات وتبيح لهم محرمات وانتشر الكثير من القصص والحكايات توشت بما نشره عنهم ماركو بولو مضيفاً روايته الخاصة عن حديقة الجنة السرية حيث يفترض أن الفدائيين تلقوا جزءاً من تدريبهم وكانوا حسب تلك الادعاءات يهمون بأنهم دخلوا الجنة ولامسوا حقيقتها والتقوا الحور العين ظلت الفرقة محاضة بالألغاز حتى دك المغول بقيادة هولاكو مع قلهم في بلاد فارس بما في ذلك قلعة الموت التي اعتقد أنها منيعة على أي غزو ثم استكمل السلطان المملكي الظاهر بيبرز مهمة ملاحقتهم في سوريا وأجبرهم على تسليم قلاعهم رغم تلاشي قوة النزاريين العسكرية فقد صمدت عقيدتهم بعد فرار من تبقى منهم إلى دول الجوار وحالياً تنتشر الطائفة في أنحاء مختلفة من العالم واستمرت الإمامة الإسماعيلية إلى أن وصلت لسلالة آغا خان ومنها إمامهم الذي يرعى عدة مؤسسات خيرية هل تعرفون فرقاً إسلامية أخرى سجلت حضوراً في تاريخ المنطقة؟ أخبرونا عنها في التعليقات اشتركوا في القناة